المسيح 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 دعونا على سبيل المثال نأخذ شخصية يسوع المسيح الكتاب يتكلم أن الكلمة صار جسدا اتخذ جسد في أحشاء القديسة المطوبة مريم العذرة فنحن نقول أن المسيح مولود بحسب كلمة الله بالنسبة للفكر الآخر فإذا المسيح هو مخلوق لأنه لا يتمشى مع فكرة الوحدانية المطلقة إذا ممكن توضح لنا الفكرة المسيح قائم سرمديا بعلاقة مع الآب الآن نرجع شوي للخلف طبعا الثالث ممكن ننظر إليه بعدة زوايا مختلفة لأنه جمال ننظر إليه بهيك أو هيك أو هيك الآن لما شفنا أنه التلاميذ لما شافوا المسيح وعرفوا منه سجدوا إليه شافوا شيء غير عادي بشخص المسيح واحدة من الأشياء الأخرى اللي المسيح بيجاوبها أنه كيف الله قائم سرمديا بحال الصفات اللي عنده اللي بيرنموها في العهد القديم وعند المزامير كله ترنيم في صفات الله كيف ممكن هالصفات تكون موجودة لما إيجا المسيح وظهر المسيح تعرفوا الجواب أنه الصفات تكون موجودة في الطبيعة الإلهية إذا كان فيه هناك علاقة يعني نقول صفات المحبة إذا كان فيه محبة لازم يكون فيه محب وفيه محبوب حتى يكون فيه صفات المحبة فإذا صفات المحبة قائمة سرمديا في الطبيعة الإلهية ينبغي أن يكون الفاعل والمفعول به المحب والمحبوب موجود سرمديا بمعنى آخر كان مؤمنين العهد القديم عندهم زي كأنه نص جسر نص جسر بيقامنوا بصفات الله بيرنموا إلها عارفين أنها موجودة سرمديا في طبيعة الله بس مش عارفين كيف كيف هالصفات موجودة محبة وين بحبين كيف رح تنحب فجأة لما ظهر الإبن أوكي ابن الله النصف الثاني من الجسر توضح صارت واضحة شو الفكرة الآن أنه في طبيعة علاقة بين الآب والإبن الآن هو ما صار ما صار إبن هو قائم هيك سرمديا عدم التغير يعني هو فينا وبلاننا قائم هيك آب وإبن وروح قدس ترجمة نانسي قنقر